السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الجزء الثالث لهذا العمل هاد الفراشة هادي فالان غادي نخدم معاكم الرشمة ديال هاد الخدمة هادي انا خديت هنا غير ورقة صغيرة هي اللي غادي نخدم فيها فكنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح واي تساؤل كتبوه في التعاليق فالان هاد الخط هاده هو هاديك السفيفة اللي كنا درناها بالعقيق وهنا هو الدورة ديال العنق يعني انا بغيت رسم ليكم من هاد المكان هاده باش يكون الشرح واضح ومتنسوش احتف الورقة الكبيرة اللي غادي نتحطوها فوق التوب تهي دوروا لهذا الدورة ديال العنق باش يكون ساهلة في الخدمة لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نرسم وحد الشكل بحل الحرف ديال اس باللغة الفرنسية يعني تقريبا بحاله هاد الخط هاد اللي انا درت رسموه غير بقلم الرصاص المهم انتو ما تبعوا معايا هاد شي كامل اللي انا درتوه بقلم الرصاص حتى انتو ما ديروه بقلم الرصاص من بعد غادي نكمل معاكم بستيلو وهدوك الحواج اللي غادي نديروهم بستيلو فهو ما اللي غادي نطبعوهم فوقتو ناخدوا درهم المهم خودوا اي عملة انتو ما بغيتوا تاخدوها انا فضلت اني ناخد الحجم ديال الدرهم المهم بما ان الوراقة صغيرة فغاد رسم غير بليدي ولكن توم هادك الساعة غادي نتكونو كتستعملو الحجم الدائري ديال الدرهم تقدرو تستعملو عملة اخرى على حسب الرغبة ديالكم يعني انا غير خديت الشكل الدائري والان غادي نحاول ناخد شي حاجة اللي تكون الحجم ديالها كبر من الدرهم فانا اخديت هادي مهم خودوا انتو ما اي شكل تقدرو تاخدو غير كاس مثلا كاس يكون الدائرة ديالو كبر من الدرهم وحد شوية خودو وخدمو بي عادي جدا انا خديت هادي بانت لي مناسبة متوفرة في الدار فاخديتها الان لاحظوا معايا مزيان هاد دائرة اللي غادي ندير فهي اللي خديتها بهذاك الشكل المهم هنانا بغايت ندير واحد جوج ديال الدوائر يكونو كبر من الدرهم فانتو مع الحسب الدوائر اللي عندكم خودوا حاجة اخرى تكون كبر منهم لاحظوا معايا مزيان الان احنا درنا ربعة ديال الدوائر وكيف ما كتشوفوا معايا مازال كالرسم غير بقلم الرصاص وكما كتلكم من بعد عاد غادي نوريكم شنو غادي نديرو وكيفاش غادي نكملو هاد الخدمة لاحظوا معايا مزيان هاد الرشما راه ها سهلة وكجي رائعة يعني مهمتو ما غا تشوفوا معايا الشكل ديالها اه في الجزء الرابع ان شاء الله غا تشوفوا معايا الطريقة ديالها الان غادي رسم بحل هاد الشكل هادا اللي كتشوفوا معايا يعني كي يعني باللي انا غادي هاد الدائرة هادي اللي كرسم فيها دابا هي الحجم ديال هادك الموزونة من اللي غادي تركب فوق توب هاد الشي علاش انا هنا حاولت ان انضو بال هادوك الدوائر غير باش انا نعرف اه النهاية ديال كل حاجة اه حايت كيف ما كتشوفوا يعني في المهم في الفيديو القادم غا تشوفوا معايا الطريقة ديال التركاب ديال الموزونة وغا تلاحظوا باللي احنا دائما كي كل حجم ديال الدائرة كبار من هادك الحجم اللي احنا رسمناه في الاصل فهاد الشي علاش انا درت ليها جوج ديال الدوائر اه بطابعة حال هاد الدائرة اللي غا تبقى من الفوق فها غا تبقى غير بقالة من راساس ما غا ديش ارسمها فوق التوب انا غير استعملتها باش تعاونني انني نحدد هاد الورايقات هادو اللي ارسمتهم دابا امتى غا دي نرسمهم مهم هاد الشي غا دي عاونكم بزاف باش انكم تقدروا اه ترشموا او لا ترسموا رشما ديالكم بسهولة من بعد غا تاخدوا يعني اي حاجة تكون الدائرة ديالها الصغر من الدرهم سواء هاد جد ريال هادي اللي خديت انا او عشرة ريال مهم داروري انكم هاد دوائر تدوروا علي مجوش ديال المرات حيت في الخدمة فاش غا دي نكونوا كنخدموا فوق التوب الى ما درتوش هاد جوج ديال دوائر ما تعرفوش ترسموا الحاء يعني هاد الرشما مزيان اما هادو فكيبقوا غير اختياريين اه يعني ديروهم كيف مق بغيتون تو مق المهم انا درتوهم بهذا الشكل هادا والان غادي نجيب هاد جد ريال هادي او عشرة دريال وغادي رسم باوحد دائرة صغيرة ما بين هادوك جوج ديال الدوائر اللي كنا درناهم كبار هاد الورقة لانها صغيرة ما كتبينش يعني الخدمة مزيان لاحظوا معاي الان درت هاد شكيل هادا قيبان هنا يا صغير ولكن هو في الواقع راه كبير في الواقع كبر اه غا تشوفوا معاي الرسمة هاد الرشما كاملة في النهاية ديالفيديو اه خليتها ليكم يعني عبارة على صورة وكذلك اه اللي بغيتها فانا غادي نخليها ليكم في الانستاغرام اه غادي نخليها ليكم كصورة يعني في الانستاغرام اللي بغيت انها تهزها يعني وموهم انا وريتكم كل شي الطريقة كيفاش احترسمتها قلي يعني الرشما غرر رسمتها غرب وحدي وكيف ما كتشوفوا معاي الان فانتو ما تقدروا تستعملوا نفس الرشما اللي انا درت وتقدروا تزيدوا عليها بعض اضافات واحتذهب الان انا انا ما زال يعني ما زال خدامق وما زال ما كملتاش كاملة نقدر نضيف عليها شي حاجة احتل لاخر ونضيف عليها شي حاجة فماشي اشكال هادك شي كيبقى حرية الاختيار ديالكم انتو ما ديروا الدوائر وقت ما بغيتو ديروهم صغار كبار غير هادك شي كون متناسق لاحظوا معاي مزيان انا الان دابا يعني كملنا هاد الرسمة ديالنا هاد الشي هاد اللي انا دابا غادين ديرو بستيلو فهو اللي انتو ما غادين ترسموه فوق التوب اما هادوك الدوائر اللي كنا ندورو علي مجوش ديال مرات فما ما ديروهمش هادوك غير غادين يعاونوكم باش تعارفو الحد ديال الخدمة ديالكم الحد ديالها لانك انتو ما اللي غادين تبغيت خدمي فوق من توب فدائما غادي بقى عندك واحد زيادة كتزاد خصوصا في الخدمة ديال موزون يعني انتي كترسمي الدائرة صغيرة ما اللي كتجي تحس بيك تلقيها مخارجاتش لك في نفس العبار اللي انتو هادشي علاش من الافضل ديرو قلم الرصاص كيف ما انا يدرت وصيرو غير شوية عليكم حتى ترسمو هادشي كامل واهم حاجة كما قلت لكم هو استيلو ما اللي تكونو خدامين به هو اللي غادي نترشموه يعني فوقتو كنتمنى ان هادشكل يكون واضح اه سراحة يعني عارفة باللي ماشي ساهل على اي وحدة انها تكون يعني ترسم هاد الرشمات هادو الاغلبية كي بغوهم يكونوا مصايبين يعني غير تهزها وتكوبيها واذاك شي صافي وتخدم ليها المهم اللي مكتعرفش ترسم تحاول تستاعين يعني بشي واحد اللي كيف هم شو هي في الرسم ويرسم ليها يعاونها هادشكي الراه ماشي سعيب يعني ساهل غير كيحتاش شوية دل تركيز وكيف مكتو ما كنتشوفوا معايا نستعملت هنا الدوائر بزيف وخدمتهم غير كعمولات يعني خديت غير العمولات النقدية خدمت بيهم فما بغش نصعب الحاجة ونضير هادوك الورايدات اللي كيكونوا شوية ما كيجوش بعد مرات مقادين فالدوائر بالعمولات يعني غيجو ضروري مقادين ومصايبين كيبقوا لكم غير هاد العروش هادو وهادوك الورايقات هم اللي حاولوا انكم تخدمون كيما قلت لكم هادية الدورة دي العونق يعني هادوه التوب ديالنا فبحالوك غديجي لكم التوب وهادية السفيفة اللي انا كندرتها بالعقيق لما شافتش الاجهزاء السابقة اللي كنا خدمنا فيهم وذيك السفيفة فترجع لصندوق الوصف اتاخذو هاد البابي كاربون غديروه فوق التوب مباشرة كتشوفوا معايا مدق دق صراحة هادوه يعني في المكان خدم بي كي بدي تقطع و هادوه اصلا ضغير كي تقطع فغدتي اخذو الرشمة وتحطوها فوق البابي كاربون ومن بعد غادي اه يعني ترسمو عادي جدا خدوه قلم رصاص وتبعووه على هادوك ستيلوك تبعوه على الستيلوك اللي انتو مخدمتو بي شوفوا معايا يعني الان كيفاش غاد نكمل معاكم الخدمة ديالي فهاد الجزء هادوه هادوه غ Durchằng العرش او لهاد الاغسان هادو كيفاش غ skeptن имبال عقاق نحنن ااخدوه فقاربين الغريق مكركب اخذو فهادولون دهبي مهم انا فضلت هنا انني ستعمل الجوج دير الالوان اللون ديل التوب اذا محن مهما بالخدمة ياه و قلتلي اما انا equipo اتزعتش في اللون اخر ففضلت اننيorn الانات verify هذه Bobe على المستحرة كي يجيز وين وكي اعطى وحد منظر رائع في الخدمة فلاحظوا معايا الان كيفاش غادي نخدم المهم هاد العرية شهادة غادي نخدمه بجوج ديال الطرق وغادي نشوفه معايا بجوج فاول حاجة كالدخلي ثلاثة ديال العقيقات مكركبين او ممكن تستعملي العقيق المهرس حتى هو يعني كتعويض لما لقيتش هاد العقيق يعني ما كيكونش كيتباع عند كل شي صعيب مهم على حساب انتوما والمنطقة اللي ساكنين فيها فالما لقيتوش عوضوه بالعقيق المهرس كيكون متوفر اكتر الان الى لاحظتوا معايا هاد الخط واخا هو ما كيبانش مزيانة صراحة ما انتابهتش ليه حتى الاخر عدا انتابهت بالخط ما كيبانش وغادي نعاود نرسمو من بعد لاحظوا معايا الان انا كنخدم في الوسط ديل هادك الخط يعني هاد الابرق كنخدم يعني في الوسط ديل الخط يعني ما كنطلعش الابرق في الراس ديل الخط اللي انا راس ماه واحد شوية غدي نوريكم الطريقة التانية اللي غدي نطلع فيها الابرق من الراس ديل الخط اللي انا راس ماهو غدي يكون واضح اكتر وطريقة الاخرى كنظر سهل من هادي مهمتو ما خدمو الطريقة اللي بانتليكم مناسبة هي اللي تخدمو بيها كيف ما كتشوفو التركاب ديله سهل بزاف العمدة غير على هادك الرسمة اللي انتو مرسمتوها خاصكم تكونوا يعني قاديتوها مزيان وتكون عبار ديلها مزيان باش يجيكم هادش سهل اما الان فغتتبقى تستمر يعني تركبيها جدا ديمك تطلع البرب هاد طريقة هادي ان شاء الله في الفيديو القادم غتشوفو معاي كيفاش غتتركبو الموزونة دينا وغتتعطينا هاد الورايدات هادو موهما مره غتلقوني خدمت بلون واحد مره غتلقوني خدمت بهم بجوج يعني في وردة واحدة ولكن الشكل النهائي دياله طبعا الحال غيكون متناسق مع بعضياته لاحظوا معاي مزيان انا كملت هادك العرش وبديت واحد خرج جديد فغد نوريكم هاد دورة هادي اللي هي اللي على العمدة يعني سراحة هادك الدورة اللي كتكون الفوق هي اللي مهمة في الخدمة هنا غادي نوريكم طريقة تانية كما قلت لكم كتطلع البرا فالراس ديل هادك الخط اللي كتكون ارسمتي لاحدي معاي مزيان هنا حاولت انا ننبين الخط مزيان عاودتو يعني بوحد القالم اخر لان هادك البابي كاغبون ما كيبينش مزيان واصلا كان عندي مشحل منعاب وصراحة جاني العقز باش مشي نجيب واحد اخر قلت سافي غادي 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 بيه هواية لان انا ما كنخدمش بيه بزيف يعني كنت خدمت بيه فوحد الفترة بزيف ومن بعد سافي بحله شوية بدك يتقطع فغير عديت بيه وصافي موهيم فالاخر جاني اللي جات الخط مزوينة وجه كل شي مزيان نتابهو هنا غير هاد دورة هادي ملي كتبغي الدورة هادي كتحاولي انك تبعدي يعني في هادك الراس اللي في الخط الدربة اللي كتتدر بيه في الخط كتكون قريبة اما الدخلة اللولة كتكون بعيدة وحد شوية باش تقدري انك تدوري يعني لاحظي معايا مزيان هنا نراني كنبعد من الجيهة اللولة واللي حدا الخط كنحاول نقرب نحاول نقرب شوية دربات لان هاد الشكل هو نصف دائري وضروري خاصك تقرب الدربة في الخط باش تجيك مزيانا المهم انا بغيت نخدم معاكم هاد هاد شكيل هادا يعني بالتفاصيل دياله كيف ما وعدتكم في اول فيديو فهذه الطريقة من بعد ان شاء الله غنوريكم حتى الاكمام مهم غنديل لكم هاد فيديو تشوفوا فيه الشكل النهائي دياله كيفاش غديطلع فكنتمنق ان هاد شكل هادا ينال اعجاب ديالكم و متنسوش بالنسبة للسيدات اللي بغوا يتابعوني اعلاغ الانستغرام و كذلك غدا نوضع عليكم فيها الرشماء وتصاور كاملين مهم بزاف ديال الاشعارات يعني كننزل فيديوهات و مكيوصلوش الاغلبية ديال الناس فهدشي علاش انا وضعت الانستغرام الانستغرام يعني كنلوح فيه اي فيديو درتوه جديد فكنلوحه في الانستغرام اللي مابونين معاي في الانستغرام اي حاجة لحتة جديدة هم كيشوفوها و الى عجباتهم را هوم غدين يدخلو اليوتيوب و غيتفرجو فيه هدشي علاش كنقوليكم حاولوا انكم تتابعوني على الانستغرام و شكرا على المتابعة